موسيقى 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 صباح الخير صباح الخير عليكو النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بتخص الرياضيين وغير الرياضيين وهي العضلة الخلفية او الحامسترينج معظم الناس اللي بيحصلون المشكلة في العضلة الخلفية برضو هنوضح حاجات كده مهمة في برنامج التأهيل بتاعنا او في البرنامج الإعلاجي ونحن نشتغل مع اي حد عنده مشكلة في الخلفية لازم نوضح معنكة محمد رجل طبعا هنوضح عليه حاجات مهمة جدا ان شاء الله في الحلقات الجاية وتعملين تانية كتير هنوضحها في الصباح تانية كتير ان شاء الله هنوضح دلوقتي ايه اللي بيحصل في العضلة الخلفية لما بيحصلها نزء وازاي نقدر نهتم بعضلات تانية كتير حوالي عضلة الخلفية اللي وينا احملناها بيبقى لها عامل كبير انها بتأثر على الخلفية طيب الخلفية المفروب تتكون من طاعة عضلات حاجات اسمها سيمينبرنوزس سيمينتينبرنوزس باي سيفسي كوموس الجزء الخارجي من العضلة الخلفية مرتبطة بالجريتيوس ميكسموس او عضلة الاليا الكبيرة ومرتبطة بالروباط اسمه ساكروتيبروس ريجامينت الروباط من جوه في الحود الروباط دوت مستعرض يعني ماشى بالعرض كده ماسك هنا في جزء كبير اسمه سوراكلامبرخشيا الجزء دوت مرتبط مرتبط باللاتيسميس دورصاي او بعضلة الظهر العريضة للنفوق الخلفية لو هي المشكلة عندي في الرجل اليمين مثلا بتبقى مرتبطة لغاية عضلة الظهر الشمال والعكس كذلك فلازم امنيج نعمل اي برنامج تأهيل اللي اي حد عنده مشكلة في الخلفية ان احنا نتم برضو بالكوريستابلتي بعضلات الجزع بجانب الجريتيوس او عضلات الاليا اللي بتاعت البلدك بتاعت الحود بجانب ان احنا لازم نعمل او اطالات كويس العضلات اللي حوالين بجانب الحمسطينج عشان خاطر نعمل بالانس او توازن لكل العضلات دايات دي حاجة اسمها مصلة شن طبعا بنوضح ان العضلات دي كلها لها علاقة ببعض او مرتبطة ببعض في تست مهم او بنعمله عشان خاطر نعرف هل هي العضلات دي مرتبطة ببعض ولا لا ان انا واقف بحط ايدي بوط شوية ولمس نهاية العضلات الخلفية وبايدي التانية بعمل زي او حركة العوم بحس تحت ايدي في الوطر بتاع الخلفية ان في حاجة اسمها فايرينج او زي بلصت وده بيبقى دليل كبير ان الخلفية مرتبطة بصورة كبيرة بلا في اسم الدورساي او بعضرة الضهري من فوق ان شاء الله في الحلقات الجاية هنوضح تمارين تانية كتير مهمة خاصة بمعظم العضلات اللي خاصة بعضرة الخلفية ان شاء الله وهنوضح ايه البرنامج التعهيل اللي ممكن نعمله مع بعض ان شاء الله اشتركوا الحلقة الجاية مع بعض سلام عليكم